خلي بالك الكلام اللي جاي ده ما بين حضرة النبي مين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا معاز اللي هو قال لي إني أحبك يا معاز ونزاك سيدنا بيقول له هو بيسألوا عن إيه عن الأعمال اللي اتدخلوا الجنة فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله إن لم أخذون بما نتكلم به بيكلم سيدنا معاز حبيبه فقال له سكلتك أمك يا معاز وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد وألسنتهم تبقى لعمر أخيرهم لي عشان المكان اللي بيفتخر به يتكبف يعرن بالنار فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي إن احنا ننتبه لكل كلمة تخرج من أفواهنا لإنها ممكن تبقى سبب من أسباب الهلاك مش هلاكي بس ده هلاكي وهلاك من يسمعني وده نقدر نعمله لما نتأنى ونفكر قبل ما ننطق بأي لفظ لدرجة اللقمان الحكيم بيقول يا ولده يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك يا سلام فليقل خيراً أو ليصمت فبلسنا نتصرع الكلمة اللي انت مش متأكد إن هي تسعد حط مكانها السكوت